ورجعنا لكم تاني ورسم كاملين معكم يا دكتور محمد رفعت وفاطمة ومصطفى وحلقة الاسئلة من اجيال كنتي قبل الفاصل كنتي بتقوليلي على الحاجة على الجدير المائي واتكيت كده على الموضوع لا ما انا سال عندي كسة عايزة احكيها لحضرتك كسة قطيرة تعيسة انا مش هحكيه كده انت فاكرني بيحكي دايما في كوميديا بحياتي والمرة دي ما انا مزارة البرنامج من حقيب عندي ايه يعني استغلنا القيمة اللي معي في المدرسة ودخل عليه في الفاصل ولد جديد فطبعا انت عارف قد ايه يا سين بقى حبوك بقى اللي عمره معبر حد ماشي مسك الولد احتضنه بعد ما احتضن الولد اكتشفنا تاني يوم من الولد عنده جوديري اه عدنا اسبوعين كده بالرقب الحمد لله ما حصلش حاجة بس انا كنا عندي حيرة هو احنا لما ندي ولدنا التطعمات انسى ولا منساش يعني ابي حتى في الماجي لا ده ممكن يتعدي ولا مش هيتعدي لانه واحنا بنتكلم في اللحظة دي سواء على الجديري سواء على اي مرض من الامراض اللي هي المعروفة اللي بتتعدي المعدية يعني اللي بتعرض سايكل وقت كم اسبوع وبتمشي احنا كلنا ولادنا متعامين من الحاجات دي بس اللي بقى قلقانين ولا لأ وطالما ولادنا كلهم متعامين بيجي لهم ليه تمام هو اولا مش كل الولاد بتطعم ضد الجديري مائي دي اول حاجة لانه لسببين اولا هو ليس من التطعيمات الالزامية يعني ده تطعيم اختياري تمام؟ ده اول سبب وتاني سبب ان في اطفال ما بياخدوش الجديري المائي لانه ممكن يكون عندهم ضعف في المناعة فهم ما بياخدوش يعني التطعيم ممنوع للاطفال اللي عندهم ضعف في المناعة ده اول حالة يعني دي معلومة انا امر سمعت صراح تاني حالة او تاني او تاني حاجة عايز اتكلم عليها في الموضوع ده هو انه في اطفال بياخدوا التطعيم لكن التطعيم بيكون غير مؤسر ده مش لعيب في التطعيم ولا لعيب في الأطفال لكن هو بيكون أو تعرض الطفل يعني الغزو بتاع الفيروس يعني أكتر أو أقوى من قوة التطعيم فبيصاب الطفل بالمرض عشان كده مهم ان احنا نقول المعلومات الأساسية عن الجدير المائي عشان برضو الناس تبقى عارفين الجدير المائي هو طبعا أولا هو واحد من أكثر الأمراض انتشارا في الطفول يعني مش مرض نادر ولا حاجة يعني الأطفال معظم الأطفال معظمنا وحنا قديم نتكلم في القصة اللي إيجا لنا بالزبط كده بتحدث الإصابة به على مدار السنة لكن أغلب الحالات بتكون في الجزء الأخير من فصل الشتاء يعني لما فصل الشتاء يقرب أنه هو ييجي وبيبقى برضو خلال فصل الربيع منتشر قوي قوي هو مرض معدي جدا وسريع الانتشار جدا وبتحدث العدوى عن طريق الفيروس المسبب للمرض اسمه وبتنتشر عن طريق الرزاز والرزاز ده اللي هو من أول الكلام يعني من أول الهواء كده هم من الكلام آه يعني أحيانا الأطفال أو حتى الكبار هما بيتكلموا بيكون فيه يعني رزاز كده بيطلع طبعا بخلاف بقى العطس والكحة والحاجات دي كلها طبعا الرزاز ده إذا انتقل للأيدين مش لازم يعني إن الواحد أصفي ناس بتفتكر يا فاطمة إن حكاية الرزاز دي يعني إن لازم مثلا لحد يكح في وشك أو كده لا الرزاز ده ممكن يبقى حد الطفل عنده جدير مائي وكح مثلا وحطي إيده ناحية بقه وهو بيكح زي ما كلنا بمع وبعد كده سلم على حد فالرزاز ده انتقل من الإيدين بالزبط كده بالزبط زي ما أنتي بتقولي كده في معلومة برضو مهمة جدا عن الجدير المائي أحب إن الناس كلها تعرفها إنه هذا المرض لا ينتج عنه مضاعفات إلا في حالات ندرة جدا أو إذا تم علاجه بطريقة خاطرة أنا عايز أقول لأحريك إن فيه مجتمع الأمهات فيه كده بعض الإشعاعات عن الجدير المائي زي إنه هو بيأثر على الولد أكتر من البنت لا لا دي إشعاعات زي ما أنتي بتقولي يعني هو هو لا ينتج عنه مضاعفات هو كل مشكلته في الأعراض إنه هو مرض مزعج في أعراضه يعني بها إيه الهرش والحاجات دي بالزبط كده بيبدأ الظهور إيه بقى بثور اللي هي بتبقى زي الفقاعات كده الفقاعات يعني بثور لا ما تشرح ليش أنا جالي بعد الشرط ما يشرح ليش أكلها البثور دي على الجسم أكتر مناطق بتظهر فيها بتكون مناطق الظهر والبطن بالزبط كتمنطقة الظهر ومنطقة البطن بتزيد البثور دي بسرعة خلال ثلاثة أيام وبيصاحبها رغبة كبيرة طبعا في الهرش بتبقى بتهرش انتي تعمل بتهرش على سيرة بتتكرت بتبقى عليش الزكريات مش نطيفة وبترتفع الحرارة في اليوم الأول والتاني يعني بيكون معنا يعني حاجات أساسية إنه بيكون في بثور أو قشور أو فقاعات في منطقة الظهر والبطن وحرارة في أول يوم وتاني لو حدث غنان دلوقتي بيسمعنا وجيله بذيري حاليا أنه رايح جيل من عند الدكتور مع ماما أما ماما تقول لك يا حبيبي لو لعبت فيهم حيعلموا ماما مش بتتحك عليك بالزبط كده بالزبط والله ما بتقعنا جيل لك من المستقبل بيقول لك ماما مش بتتحك عليك ما تلعبوش فيهم وعشان كده دايما ننبه برضو الأمهات إنه دايما قصوا ضوافر ولادكو أو البول وخصوصا للأطفال الصغارين لأنه الهرش بالضوافر دي بيعلم فعلا بيكون مؤلم كمان الأشكال بقى بتاعة البثور أو الفقعات دي بتختلف أحيانا بتكون لونها أحمر أحيانا بتكون شفافة أحيانا بيكون داخلها سائل والسائل ده ممكن يبقى أبيض أو أصفر بعد كده البثور دي بتتحول إلى قشور بتتحول زي قشرة كده هتقع لوحدة برافو عليكي هتقع لوحدة ما نعودش إحنا نفرقها أو نلعب فيها أو نهرشها كده بأدينا وحالة الجلد الطبيعية بترجع تاني خلال أسبوع من أسبوع العشر تيام الجلد طبيعي بيرجع طبيعي خالص ولا كأن في حاجة بعد تعرض الطفل للفيروس المسبب للجديري المائي البثور دي بتبدأ في الظهور من عشرة إلى واحد وعشرين يوم يعني يعني أصدي إيه أنه ظهور الفقعات دي أو ظهور البثور دي تمام؟ معناها أن الطفل ده اتعدى من عشر تيام عشان كده كانوا دايما يقولوا لو أخويته معاه ما يختلطوش بحد أسبوع عشر تيام كده لأنه ممكن يكونوا هما حاملين للمرض ولسه ما بنش عليه هو بيفضل بالزبط كده والطفل ده بقى نفسه اللي زهرت عليه البثور دي بيفضل معدي للي بيخلطه إلى أن تتحول هذه البثور إلى القشور يعني القشرة دي لما بتظهر خلاص بقى الطفل ده مش معدي الجديري المائي طبعا له تطعيم زي ما قلنا بيتاخد ما بين عمر سنة وسنة ونص بشرط أن يكون زي ما قلت لسه من شوية أن الطفل ما يكونش عنده ضعف في المناعة أعراض الجديري زي ما قلنا بتكون البثور والهرش والقش والارتفاع المعتدل في الحرارة ما بتكونش ارتفاع كبير قوي لكن في حالة ظهور أي أعراض تانية غير اللي أنا بقولها دي لازم نروح المستشفى إيه هي بقى الأعراض اللي بتخوف شوية ارتفاع في الحرارة تقرب للتسعة وتلاتين أو لو استمرت الحرارة الأكتر من أربعة أيام وبتنزلش بخوافض الحرارة برضو من الأعراض الخطيرة لقدر الله الظهور القئ المتكرر والتهيج العصبي والتشنجات وفرط النعاسي بالطفل عايز ينام كتير قوي ودي أعراض متلازمة كده أو مرض اسمه متلازمة تري ودي يعني لقدر الله لقدر الله ممكن تعمل زي التهاب يعني هو عبارة عن التهاب في المخ أنا بقول هنا دي الأعراض المضاعفات الخطيرة اللطيف قوي في الجديري إن الجديري ده بيصيب الإنسان مرة واحدة في العمر يعني ما ينفعش الجديري يجي أكتر من مرة والعلاج لازم يكون تحت إشراف طبي وبيكون عبارة عن مخفضات الحرارة والكريمات الموضعية آخر حاجة عايز أقولها قبل أن أطلع فاصل إنه ممنوع تماما ممنوع تماما ممنوع تماما استخدام الأسبرين أو أي مركبات تحتوي على مدة الساليسيليت اللي موجودة في الأسبرين في العلاج وكذلك ممنوع استخدام أي مركبات تحتوي على الكورتيزول في العلاج هي بس كده وهو مش هاحا من الدكتور أقول لكم الكريمات وهو حقيزي زي واحدة اللي بنجيبها معروفة روحنا عيالي فازل نتكلم بقى ايوة بالزبط